اهلا بكم مشاهدينا مشاهدينا بعض السيدات تخيلوا مستحيل تغمض عينها إلا إذا عملت حملة تفتشية على جوالات زوجها طبعا هذه التفتش يكون بالخفية بعيدة عن الأضواء بعيدة عن العيون وطبعا أكيد أهم شيء المكالمات الصادرة والواردة الرسائل والواتساب ثم ترجع الجوال إلى مكانها ليه سيدات تقوم بهذا الفعل وهل هو فعلا هل الزوج طرفي هل الزوجة ممكن هي اللي تجيب المشكلة لنفسها أو تكون هي سبب المشكلة من الأساس التفاصيل مشاهدينا مع ضيفتنا الأستاذة سلمة جابر آل محبوب الأخصائية الاجتماعية مساء الخير يا سلمة مساء النور مرحبا حبيبتي سلمة بداية فعلا هل بداية منتشر عندنا ظاهرة أن الزوجة تفتش زواجها وتقوم بهذه الحملات التفتيشية أول شي حدو أرحب فيك حبيبتي حدو أرحب بالمتابعين وبخصوص لهذه المشكلة اللي احنا تطرقنا لها صراحة مشكلة هي منتشرة كثير في وقتنا هذا يعني تعتبر من المشكلات البارزة حاليا لأننا احنا في وقت العولة ما وقت التكنولوجيا يعني الزوجة هنا تضطر أنها تبدأ أكثر تبدأ حملات تفتيشية أكثر الزوجها طب هذه الحملات التفتيشية عفوا في ناس ما بين حرس ولا تخون وفي ناس أن لا أن الزوج لازم أتصرف معها بهذه الطريقة على حسب هي على حسب من مرأة لمرأة في بعضها غير مبالية يعني ما يهمني راح مع واحدة ثانية قعد مع واحدة ثانية ما يهمني ما تفرق عندها أهم شيء أنه حاط لي متطلباتي موفرها لي بعضهم لا طب صعبة ما في شك ما في غيرة ما في شيء حوى مو وحدة يختلفون يعني كلنا غير عن بعض يمكن أنا أشك أنت ما تشكين كلنا نختلف عن بعض فإذا كنا راح نقول عن الأسباب اللي تخلي كل وحدة منهم تخطي هذه الخطوة يختلف من وحدة لوحدة فالدوافع إذا كنا راح نتكلم عنها دوافع كثيرة ما لها حصر أبدا يعني يبغلنا يوم كامل نتكلم عنها فمن ضمن هذه الدوافع تفضلي يعني خلنا طالما تكلمتي في موضوع أكثر الأسباب اللي تؤدي أن الزوجها تفتش ورا زوجها أكثر الأسباب أوقات أنها تكون دوافع مرضية يعني يمكن فيها مرض نفسي ومن أعراض هذا المرض يخليها غصب عنها هي تفتش يعني شيء مو بإرادتها وأوقات يكون دوافع بيئية يعني من الزوج نفسه هو اللي يخلق الشكل نفسه تصرفاتها إهمالها تغير المفاجئة عليها أشياء تتفحها أنه ليش أوهو صار شيء ثاني مو الشيء اللي أنا كنت معاه وبعض الأحيان من الأهل بعض الأمهات اللي يصلحهم يعني على بالها إذا عطت بنتها نصيحة يا بنتي فاتش ورا زوجك شوفي لبسها شوفي ثوبة فيه شيء يعني راق به على أساس أنه تمنع نفسها أنها تجعل بنتها ضرة ثانية مثل ما قلونا طبينا طب طبعا هذه أراء المختصين لكن مشاهدينا طبعا قمنا طبعا خلال تحضيرنا لهذه الفقرة في سيدتي بي عما ستطلع أخذ بعض الأراء حول هذا الموضوع مشاهدينا خلنا نتابعها ونرجع لضيفتنا الكريمة كل إنسان لخصصيات وزي ما تقول تبادل الثقة وعدم الإحراجة وكذا أكيد من حق الزوجة وني فتش جواز زوجته مو مواثق منها بس من شان يطلع على الخصصيات اللي بتاعتها أنا شوف أنه ليه لحقي فتش جواز زوجة ليه لحقي أنا لا ما الحاجات الشخصية يعني تخس الشخص يعني نفسي لا يعني ما فيها مشكلة بس إنها يعني إذا فيها أي خصوصيات قدر ناس تتسوي رابطات وتسوي أرقام سرية خاصة وكذا لكن الاستطلاع وحسب الثقة اللي بينك وبين زوجتك يكون يعني رابط قوي والله أتوقع أنها حلالي يعني ثانيا ما بيني بينها أمور خصوصيات يعني أنا لما أتحقق من حاجة أكون أنا حتى شك فيها أحزن وممكن أحزن وأصرف تصرف غلط لكن ممكن أنا أتجاهل الأمر دو أو أحس بزوجي يعني من العشرة وكذا وأحس بزوجي وأحس هو تصرفته عاملة إزاي وأنا أنظمها لو كان ما فيه ثقة خلاص يعني يدمر كشي وبظل كل حياتي أراقب أراقب وفي حكمة تقول أنه مر راقب الناس مات أهما فأني أفضل أنه ما أدور وراه وكذا وخلاص يعني أكون واثقة فيها جاءنا لكم مشاهدينا وأنا بنسبة لي بس ألسل ما عن الأراءة اللي اسم معناها واحد واحد تقريبا الرأي الأول كان يتكلم عن الخصوصيات أن كل شخص له خصوصيات تحديدا مع الأرقام السرية والكود اللي نحط على الجوال تعليقك على هذا الموضوع يثير الشك ممكن يستفز المرأة أكثر ولا لا أيوة يعني هذا كثير من الحالات اللي شفناها إذا أهو حط رقم سري أهو على أساس أنه ما عندها خلفية عن الرقم السري هي تكشف الرقم السري إيش ترقبا من بعيد البيت البعيد تعرف الرقم عن إيش وتدخل وتفتش من وراه يعني بالعكس كل ما حط رقم سري يجيها فضول أكثر الجوال مفتوح عندها ما رح تفتشها بس إذا في رقم سري لا أكيد أنه فيه إنه في السالفة طيب الغيرة البعض وصف الموضوع بإنه غيرة يعني نعمل الغيرة على الطرف الآخر نفتش بالجوال بعض الغيرة جنونية يعني فيه غيرة منطقية عقلانية فيه غيرة تخرب على الفرد حياته يعني خاصة الشك إذا دخل على بين الزوجين هنا رح يصبب ثغرات بكل شيء بينهم فيه أخ إنه جهلة تحية اللي هو قال يعني ذاكت حلالي بالضبط أنا حبيت هذا الشخص يعني يعطانا حكم يعني يعني هو يبغي يعبر عن الشيء اللي شوفه إنه حلال من ناحية إنه يفتش لا ما لا حق إنه يحكم حلال ولا حرام بس قصده إنه من حقي أشوف بالضبط هذا معنى حلالي مو الثاني إنه من حقي أشوف خصوصيات زوجتي إنه إحنا واحد ما في خصوصيات ما بيننا بالمقابل هي تشوف خصوصياتها طب فيه سيدتين تكلموا بشكل يعني مختلف لكن نفس الفكرة إنه يعني حتى لو في أنا ليش أجيب الهم النفسي وأعرف ممكن أتجاهل أو أنسى الموضوع هذه تبغى حياتها تمشي يعني ما تبغى تخرب على نفسها يعني ما تبغى عارفة نفسها إذا فتحت باب يمكن عارفة طبع زوجها إذا فتحت نفسها باب رح يفتح ألف باب طب شو الصح إنها فعلا تشوف وتتجاهل ولا أصلا ما تفتح هي أوكي بما أنها شافت الوضع خلاص هي تبدت يعني تجدب لها يعني تعرف وش المسببات اللي خلت الزوج يروح للأشياء الثانية أنا وش فيني وش ناقصني اللي يخليه يشوف غيري يعني هي تروح تبحث بنفسها يعني الرجل ما يبحث عن شيء إلا إذا كان في نقص عنده في البيت نفسه بالله عليك كل الرجال احترامي للجميع ما يبحث أو حتى سيدات ما تبحث أو تطالع بره بره بيتها إلا إذا كان قصة شيء ممكن يكون مثلا طبع أو عدم تقدير للطرف الثاني أو يمكن اعتياد بس الأغلبية نكس يعني نكس بأحد الأطراف فعشان كذا الواحد يبحث مثل ما يقولوا الواحد يبحث عن المفقود طب وبالنسبة يعني عارفش المشكلة أن مجتمعاتنا بشكل عام حتى ممكن بره لكن بشكل أخف تتقبل أن الزوج ممكن يخون ويتسامح لكن الزوجة تحديد عندنا إذا طلاق يعني حتى الغيرة زيادة مثلا أو إذا في شيء بالجوال وإن كان شيء ما في مشكلة يعني خلاص تصير المشكلة طلاق فما تحسي أنه في تحامل أكثر على المرأة نحن نتهم الآن بالغيرة الزايد عن اللزوم والشيء في تحامل كبير يعني ما في من ناحية هذه ما في إنصف بصراحة يعني إذا شافني أنا خاينة وأنا شفته خاين عاطفيين بطبعنا يعني غير عنهم يعني أهم خلاص مجرد أنه شفتي غيرنا خلاص طفناك في بعض الحالات التي تكون يعني الزوجة عندها مشكلة ولكن مثل ما ذكرت من شوي بسبب الأهل نصيحة أم أو إن مثلا كان في عندهم خيانة في العيلة سمعت مشاكل كثير من الأهل أو من المحيطين هذه المشاكل تترسب وتأثر خلاص يكون في خلفية عند الزوجة إن أكيد الرجال خاين أنا بفتش مرت عليك حالات كذا وش تكون نهايتها وكيف تنحل أغلب الحالات اللي مرت تكون يعني جايين فترة خلاص طلاق يعني أيها متطلقة منها بس جالسة يعني تبغى مثل ما تقولين تريح نفسها يعني فيجي خيانة من قبل المرأة كثير يعني يكون الزوج هو اللي يكشفها في أغلب الحالات لا أنا أعجبني تصرف رجل يعني هنا نقدر نقول على حسب ثقافة الرجل على حسب عقليته على حسب بيئة نفسها يعني شاف زوجته بخيانة له يعني شاف الجو شاف أنها تخونة وش سوا فيها وهو ما قالها أنت طالق أنت لا أبدا تعامل معها من ناحية أنه أكيد أني نقصت أنا عليها شيء يا الله سامحها وعاش معها ومش هالوضع حتى إيه تيجي تقول أنا أحس بالذنب باللوم يعني ليش أنا تصرفت زي كذا معها بالعكس تصرفها كان يعني من ناحية إيجابية أنه ما ما عصب عليها ما أخذ ردة فعل مو بكويسة تجاهها لكن على الأقل يعني صح في الموضوع أنه فكر فكر في الموضوع أنا قصرت في شيء وبالتالي يعني يعني في ناس يفكرون في ناس أبدا خلاص عقلهم ما عد يتحكم نهائي فيهم يعني ما في شيء يسيطر عليهم خلاص الله يستر عليك خذ يغراضك ورح يبيتك طب في حال الزوجة هي اللي كشفة الزوج من الحالات اللي تمور عليكم عادي تروح بيث أهلها بتجلس فترة يجيب لها مبلغ وقدره يعني مثل ما تقولين غضاوة إراضيها وترجع له وترجع له يعني من ناحية أنه ما بغا تطلق علشان القيل والقال علشان الناس يعني علشان ما يقولوا أني مطلقة رح أحاول أني أمشي حياتي طب فيه سيدات شكوتهم العكس إن زوجها وإن كان يجيبها مثلا عن طريق المزح أن يفتش جوالها يعني مثلا أنا تحاول تشرح فيه محادثات خاصة كذا إلى آخره لا حياتها لمن تنادي هذه الحالات كيف يفترض الزوجها تتعامل معها طالما ذكرت من شوي ضيفتنا أن السيدة هي اللي تتحكم في كرشي في البيت فعطينا الحال تفضلي عادي أنه تعطيه الجوار أبغى شوف شوف بالعكس يعني ما رح أقول لا تريد تشوف خذ راحتك أنا وأنت واحد تأخذها باللسان الحلو هو بيستحي على وجه شوف يحط الجوار ما رح يكمل الطبيعة أنا يستحي أو هذا المتوقع هذا المتوقع لكن إذا وصلت الأمور طب سواء إذا وصلت الأمور من الزوج أو من الزوجة إلى أنها تكون يعني غير مرضية من الطرفين كيف يفترض نتصرف الزوجة كيف يفترض تتصرف وفي المقابل للزوج أنا كلهم يشكون في بعض كسدك هنا كلهم يبغل يتعالجون إذا هي غير مرضية يعني كلهم غير مرضية يعني هذا يغار وهذا يتغار حياتهم ما رح تكتمل يعني ما رح تستمر سانة سنتين بالكثير ويتطلقون زين إذا كملت سنتين بينهم يعني أبدا ما رح يستمرون إذا الشك يدخل بحياة أي ثنين متزوجين واستمر فترة طويلة ومستحيل يصبر أي طرف فيهم على الثاني عرفة هذه دنيتنا الجديدة الجوالات موجودة في كل بيت وسائل التواصل الاجتماعي يعني ما تقدر تحكمي على الشخص خارج نطاق المنزل أو حتى هو في المنزل في العالم الثاني شغال أكيد ونتكلم دائما عن السلوكيات والأخلاق لكن مو دائما تردع كيف يفترض أنا أتصرف في ظل وجود كيف أنا كزوجة ممكن أكون ذكية وأتصرف بالطريقة المطلوبة أنتوا أدروا بما أني أنا كزوجة أو أنا حابة أقول الكل واحدة متزوجة أو كل واحدة مقبلة على الزواج أنه أنت لا تخلين الشكوك يعني تنغس عليك حياتك تكون بحياتك حتى لو كانت هذه الشكوك صحيحة ومتأكدمين أنها مئة بالمئة أبداً لا تعطين هذه الشكوك أي مجال أنها تخرب عليك حياتك أنت بدينك مفاتيح كل شيء يعني احتوي كوني له زوجة وأم وصديقة وحبيبة يعني أنت متلكيه بعقلك وأسلوبك وحلاوة لسانك يعني الحرم بيدها كل شيء هي اللي تقدر تتصرف يعني لا تخلين أوقات عاطفيتك أنه تغلب على عقلك حاول يتوزنين بين الشيئين يعني أنا أفضل أنه إذا إيه تصرفت هذه التصرفات هي راح تقدر نفسها تتحكم بزوجها يعني مثل ما يقولون مع احترامي للرجل أن الرجل مثل الطفل تقدرين تحتوينا تقدرين تتعاملين معه تقدرين تكسبينه فكل واحدة عندها قدرتها أكيد أنه كل واحدة مبدعة بهذا المجال ودائما طبعا تعطي نفسها رسائل إيجابية حتى في حال مثلا شكت أو شيء حتى لو أنها انكسرت منها ترجع تعديل الكسر إذا هي حابة أن حياتها تستمر مع هذا الشخص نفسها لكن طبعا في حد معين أكيد الزوجة تحاول طبعا لأكيد إنه فيه لمت لمت معين بعدها خلاص إن شاء الله ما أحد يوصل لها الليمت إن شاء الله بإذن الله سلمة جابر المحبوب أخصائي اجتماعية شكرا لك ومشاهدنا فعليا مثل ما قالت طفتني يعني إذا وصلت الأمور ما بين الزوج والزوجة إلى الشك إلى الغيرة الخلاص خارج عن السيطرة هذه تصير شك وممكن تأدي إلى مشاكل كثيرة حتى أن بعض السيدات مشاهدين تجاوزت موضوع إنها تفتش الجوال صارت تبعت مثلا محقق أو أحد يمشي وراء زوجها يراقب الموضوع فإذا وصلت الحياة إلى هذا الحد ما لا لزمه ساعتنا مشاهدين يفترض نختار بشكل صحيح ودائما نكون في ثقة والسيدات مثل ما قالت دائما نعطل نفسنا رسائل إيجابية أكيد مشاهدين مستمرين في سيدتي لكن بعد الفاصل أنت متفوقة معها والطموحة معها أنت السعيدة معها الرابحة معها معها أنت الشابة الدائمة سيدتي سيدة المجلات العربية سيدتي نت معك أثناء دراستك معك في مملكتك ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة في سيدتي بعد الفاصل مهندسة معمارية شابة تستخدم دراستها لتصميم الأزياء وتتفوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر